والله كل الحب والاحترام للصعيدة واهلنا النوبيين الجاعدين في جنوب مصر وتحديدا في أسوان والصعيد بيحبونا وبينحبوهم هي دي معاملة رجال الحقيقيين ده جزء من اللي قاله شاب سوداني زار مصر خلال الفترة الأخيرة بس اللي قاله عن أهل القاهرة والجيزة كان مفاجأة يا طرأ إه اللي قاله الشاب السوداني عن أهل القاهرة والجيزة وإه اللي عملوا معهم الصعيدة وأهل أسوان علشان يتغنى فيهم كده كل ده وأكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده خلال الفترة الأخيرة كتر الكلام بشكل كبير قوي عن السودانيين المنتشرين في مصر حاليا سمعنا من شباب كتير مصريين رأيهم في السودانيين اللي زاروا مصر يجي الدور دلوقتي أننا نسمع رأي سودانيين نفسهم وهنستدال بكده في فيديو نشره شاب سوداني على حسابه على تيك توك حتى فيه تجربته في مصر الفترة الأخيرة الشاب بدأ رحلته من أسوان واحدة من أجمل المدن المصرية استمتع بجمال الطبيعة هناك هنا حس بكرم ضيافة غير عادي من أهل أسوان والصعيد على كلامه الناس هناك كانوا بسطاء ومهزبين جدا معاه وكلهم بيحبوا يساعدوا ويساعدوا الزوار تعامل أهل الصعيد معاه بحب واحترام كبير خلت تجربته في أسوان من أجمل تجربه في مصر وده خلا يتغنبيه ومقوله بيعملوه بيقدموني والغيره من السودانيين اللي جم مصر في الصعيد وخاصة في الأقصر وأسوان الشاب السوداني شعر كأنه في بيته الناس كانوا بيعزموا عليه في بيوتهم وبيقدموا له الأكل والشرب بدون أي تردد حتى في الأفراح والمناسبات لقاهم بيغنوا ويفراحوا على طريقة السودانيين الغاني تقريبا مناسبة للسودانيين وحالة من الحب الكبيرة شافها منهم المواقف دي خلت الشاب يقدر كرم الضيافة للمصريين في الصعيد بشكل كبير ويقول عليهم دول بيحبونا وبنحبوهم ناس ولد أصول وكرم وده معروف عنهم من زمان جدا لكن لما تنقل الشاب إلى القاهرة والجيزة الأمور كانت مختلفة شوية حس إن الناس هناك مش بنفس القدر من الود والضيافة اللي شافوا في الصعيد يمكن الزحمة والتوتر اليوم في القاهرة والجيزة بيأثروا على التعامل بين الناس الشاب حس إنهم مش مرحبين بيه بالشكل اللي يليق بيهم هم ضيوف وطلع عمرهم فاكرين المصريين كلهم إخوات ليهم نفس المية بيشربوها سوى من سنين ودي حاجة على كلامه زي العش والملح كده لازم تتقدر ويتعمل لها ألف حساب وحساب الشاب السوداني قدرك إن فيه فرق كبير بين الريف والمدن الكبيرة في مصر الريف المصري وخاصة النقف الصعيد مليان بالناس الطيبين والبسطاء واللي بيحبوا يساعدوا الغريب وبيتعاملوا مع بود واحترام بينما في المدن الكبيرة زي القاهرة والجيزة يمكن الزحمة وضغوط الحياة اليومية بتأثر على تعامل الناس الشاب السوداني حكلنا عن بعض القصص اللي عاش في أسوان والصعيد مثلا اتعزم عليه أكتر من مرة في الصعيد إنه يدخل بيوت أصحابه ويكون معاهم واحد من أهل المدينة شافه وبدون ترده ادعى لبيته وقعد معاه وحكله عن حياته كأنهم بيعرفوا بعض من زمان الموقف دخل الشاب يشعر بكمية الحب والاحترام اللي بيكنها المصريين للضيوف والزوار الشاب السوداني عنده بعض نصايح لكل السودانيين اللي نويين يزوروا مصر بينصحهم إنهم يبدأوا رحلتهم من الصعيد وأسوان علشان يستمتعوا بالكرم المصري الأصيل وبعد كده يقدروا يكتشف القاهرة والمدن الكبرى بفهم أكبر في النهاية ده كان رأي الشاب السوداني في مصر والمصريين تحبوا تقولوا له إيه؟ شاركوا بأيكم في التعليقات ترجمة نانسي قنقر